السلام عليكم ورحمة الله وزيكا حبائلين ديدي يا رب تكون بألف خير وفرحمة الفيديو بتاع النهاردة هيبقى عن اقلام اماندا بتاعت الديفا والاقلام القديمة ومقارنة بسيطة منهم وكمان حاملكو زي كده مفاجأة ان في درجة من الدرجات انا اكتشفت ان هي بديلة لروج بيجنن البنات لو مهتمة شوفي معي الفيديو بصوا بقى يا بنات هنتكلم الاول عن الاقلام بتاعت اديفا والاقلام بتاعت اماندا القديمة ايه مميزات دي وعيوبها وايه مميزات ديت وعيوبها اول حاجة الاقلام الجديدة احلى حاجة فيها يعني اتوفرت وهي اللي عجبتني في الموضوع قوي موضوع ان هو متك دي من الحاجات المميزات اللي فيها اول حاجة تاني حاجة ان هو ناعم اكتر على الشفايف ما بتحسيش باليان مش ناشف قوي زي القديم بصراحة حيطة ان هو تحسيه كده فيه نعومة على شفايفك مش حاسة منتي حتى حاجة قلبه مط جامد لا الانم دوت بصراحة بيتميز بكده وطبعا للدراجات الجديدة مختلفة وفيها فعرات كبير قوي عن الدراجات القديمة اللي كان فيها شوية الوان نجامدة وموفات بقى وبقى نفسجيات وحاجات من دي لا الاقلام الجديدة بصراحة فيها شوية يعني الوان جميلة الناس كان عليها عايز اجيبهم كلهم انا بقى هوريكوا دلوقتي صواتش للاقلام الجديدة ونحطهم وهعمل برضو اكلمكم عن الاديم وصواتش ليها كده واما اول واحد ده رقم انا جايب لكو اربع درجات مختلفين كده عشان ايه نحس الفرد دوت رقم اربعتاشر رقم اربعتاشر رقم كده هتحسوه هفان على بني درجة حلوة قوي واضحة كده وبتخلي الشفايف ليها شكل جميل بالنسبة للفلوني مش هتحس ان هو غامق قوي عليك لو انت بيضا هتحس بقى ان هو لو بتحب الدرجات اللي هتحسيه باين مترقعة مش مترقعة يعني اللي هو اوور لأ بس هتحسيه باين علي الشفايف ده رقم اربعتاشر بعد دي على طول رقم اربعة برضو بحبه قوي في ان هو مش ماشي كده اورنج فاتح حاجة كده درجة جميلة قوي برضو ونودية كده واخر درجة دي بتاعة اللي اللاعبكم دي رقم تلاتة بصوا بقى بصوا بنات شايفين الدرجة دي بقى هنشوف دلوقتي كده بديلة لإيه بقى ده لانا اكتشفته كيكو كيكو مية وثلاثة الدرجة اللي كله بيشتريها من كيكو وكله بيجري عليها وانا لو اعرف ما كنتش جبتها انا هبتلكوا في ايه هاي استنوا دلوقتي لما ده هينشوف هتحصوا او اقولوك انا انا بصوا انا حطة الناحية دي كيكو هنا والناحية دي اللي هو امانده رقم ثلاثة يعني حاسين الفرق من بعيد قوي هو يمكن ده الاندرسون بتاعه شوية على بني سنة كده سنة وهنا لا طبعا على الدرجة بتاعتيكو اللي هي النودية دي بس انا يعني كمان شوية هنزل هجيب حاجات هنزل بيه كده مش هيتحس مش هحس الناس هتقول ايه ده لا اهو هقربلكو دلوقتي شوية كده وهتحصوا الفرقات دي بينة ولا مش بينة بس هو ايه ينشوف الروش بقى بتاع امانده القديم ايه مميزاته وايه عيوبه مميزاته طبعا ان هو فيه درجات بقى مختلفة كتير فيه الوردي في البنفسيجي في الاحمر في النودات لا درجاته برضو كتير 18 درجة تقريبا وفيهم العجب يعني فيهم كل الحاجات اللي ممكن تتخياليها وهيرضي جميع الازواب اه تاني حاجة ان هو في رأيي المتواضع وبعد ما انا لما لقيت الجديد وجبته واباقه دعم التجاره بقى واجرب على ايدي واشوف اللي بسبباته حاجات دي انا حاسة ان القديم اثبت من الجديد حبة اثبت شوية صغيرة بس اثبت سنة خصوصا ان هنا اقلام بقى هتلاقي مثلا رقم واحد واثنين وتلاتة اه خمستاشر اه سبعتاشر تمنتاشر الارقام النودية دي الحاجات النود دي هتلاقيها سبتة بس هتلاقيها انشف عالشفيف سنة مش انشف قوي مش هتحسي ان شفيفك محجرة لا بس هي انشف عالشفيف سنة من الجديد ده اطرع على الشفيف وانعم الميزة ده في حتة السابات الاكتر دي بقى ان هي تنفعني خصوصا في موضوع الكمامة انه ما يتحركش كتير يثبت مكانه وحوريكو درجتين مسلا ده انا بص الدرجة الحاعة بداية بصوا حاسين حاسين تلاتة وكيكو عميل ازاي وحاسينهم هنا عشان ايه تعرفوا ان امان ده جبارة بص بقى ده اللي هو رقم سبعتاشر اعتقد خمستاشر اهو الدرجة دي جميلة جدا ومن الدرجات السابتة قوي وبحبها وبحطها وبحسني هي بالليق على كل شيء واي شيء ويه تمنتاشر وانا بجيب حاجاتي دفع جديدة جبت من الاديم برضو لان الاديم بالنسبالي مش هستغنى عنه ابدا ديت رقم 18 برضو من الدرجات النعمة الحلوة دول الدرجتين بتوع الاديم دي الدرجات الثلاثة بتوع الجديد وده كيكو يارب يكون وصل لكم قد ايه هم شبه بعض امان ده في الاول وفي الاخر اقلامها طبعا من احسن الاقلام اللي ممكن تقابليها ومن احسن الاقلام اللي ممكن تشتريها وتحسن ان اتمنها فيها الاديم بخمسة وسبعين لحد فيه ناس ممكن تلقيها بتتبيعوا بخمسة وستين احيانا في اوفرزو كده والجديد بخمسة وثمانين ده طاري ده ناعم برضو بس يعني الالوان اللي بقولكو عليها الموفات بقى والبينكات والورديات كده في الاديم حتلقوها نعمة جدا بس اسابتها اقل شوية او اقل حبة يعني من اللي هي الحاجات النوت الجديد انا جربته ناعم جميل اللي حدة ان انتي مبتبريش بقى ولا براية كبيرة ولا حاجة بس انتي ممكن يعني كفكرة يعني لو موضوع البراية بيغلبك قوي فيه ساعات اقلام خشب بيبقى الغطة بتاعها فيه براية يعني ام ان عاملة اقلام بالشكل ده انا جايبة من واحد والله البرية دي ساعات بتفك ازمة كبيرة وبتبريلي الاقلام اولا بتبقى مقاسر الحاجات دي وبتبريلي وساعات دايما برايتهم بتبقى حلوة بالصدفة كده يعني احسن من البرية اللي بجيبها مخصوص دلوقت احنا خلصنا هحاول بقى اعمل لكم التجربة اللي انا كنت بعملها ان احنا حنحاول نمشي ادينا كده رايح جاي هان حاجة بس كده كده معي زين شاك ان هو ايه بص احنا حنبدأ با ايه احنا عمل كده حاسين الفرق اقلامة اماندا اللي فوق تلاتة الجداد اتحركوا اكتر من الاتنين التانين اللي تحت وخصوصا سبعتاشر اللي انا قلت لكم الالوان النود اللي موجودة الاماندا القديم لا مش بتبتحتها بسهولة طبعن هو بيقعد مثلا اربع خمس ست ساعات لو انت مفيش اكل وشرب لو هتاكل او تشربه هيروح من جوه على خفيف كده ولو بصدفك حتة ان هو من جوه مثلا بيه في بنات الاقلام او الحاجات اللي بتقلي المط دي حط اي زبن الكاكاو الحاجات اللي هي مثلا عارفين الحاجات الكيس بيوتي والارواج السحرية والحاجات اللي هي بتقلي من جوه طرية وبتدي لون خفيف كده لو حاجة تليق علي انت حطها حطي لو ما تلاقش حط اي زبن الكاكاو ان شاء اللي حتى بتاعتشاو ما تخليش الموضوع ينشف كده من جوه على بسيط بس عشان ما تخليش الموضوع كزيوت يعني وكان هي زبن الكاكاو تخلي الموضوع يروح اهو انا شايفة ان بتاع اماندا الجديد ثابت اه بس يعني بيمشي سنة طبعا بتاعكيكو مش هيتحتح ولو بالطابل البلدي التانيين اهو بص بتاع 17 مش عايز يتحرق 18 يعني سنة عشان هو قطرة على الشفايف كل ما كانت حاجة طرية على الشفايف كل ما بتتحرك حبة يا رب اكون تتكو يا رب اكون الفيديو عجبكو واكون اه ادرت اوصلكو الفرق ما بين ده وده والاثنين جمال واكون وصلتلكو ان الارواج الجديدة بتاعت اماندا فيها فيها بدائل لحاجات حلوة غالية ده ممكن يتعمل فيديو لو انتو حابين اه اشوفكو على خير ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لي قناة ودوسي على الجرس اللي هو بكتوب عليه اول او كل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وشوفكو على خير ياري ويباعي اشتركوا في القناة